السلام عليكم عزيزاتي وأعزائي التلاميذ جدع مشترك علمي نقدم لكم الحصة الثانية المتعلقة بالتوالد عند النباتات الزهرية كاسيات البذور رأينا في الحصة السابقة أن الزهرة تحتوي على أعضاء التوالد والتي تتجلى في كما رأينا سابقا في الأسدية كما نلاحظ هنا التي تشكل جهاز التوالد الذكري والمدقة التي تشكل جهاز التوالد الأنتوي في هذه الحصة سنتطرق إلى تعضي الجهاز التوالدي الذكري أي السودات وكيفية تشكل حبوب اللقاح ثم بعد ذلك سنتطرق لتعضي جهاز التوالدي الأنتوي أي المدقة وكيفية تشكل الكيس الجانيني إذن في البداية سنتطرق لتعضي الجهاز التوالدي الذكري والذي يتشكل من السودات إذن كما نلاحظ في الوثيقة الأولى رسم تخطيط للسودات والذي يتكون من جزئين هنا خويت ويعلوه المئبر إذن الخويت الذي يلعب دور الدعمة سنركز نحن على المئبر لهذا سننجز مقطع عرضي على مستوى المئبر ويبين الرسم المولي مقطع عرضي على مستوى المئبر إذن نلاحظ على مستوى هذا المقطع على أن المئبر يتكون من أربعة أكياس كما هو ظاهر هنا في هذه الوثيقة إذن أربعة أكياس كيس الأول، الثاني، الثالث، ثم الكيس الرابع هنا الوثيقة المولية تبين لنا ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي لمئبر فتي إذن كما نلاحظ كما تبين لذلك في السابق بأن المئبر يتكون من أربعة أكياس اللقاحية داخل هذه الأكياس اللقاحية نجد خلايا أم لحبوب اللقاح خلايا أم التي ستعطي فيما بعد حبوب اللقاح بعد نضج السودات لأن هنا لدينا مئبر فتي يعني نجد داخل الأكياس اللقاحية للمئبر فتي نجد خلايا أم حبوب اللقاح التي ستعطي كما قلت حبوب اللقاح ناضجة نلاحظ بالإضافة إلى ذلك شق كما يبدو هنا إذن شق الإنفلاق الذي سنرى الأهم يديله في تحرير حبوب اللقاح بعد نضج المئبر لأن بعد نضج المئبر يجب تحرير حبوب اللقاح إذن هنا وثقة التي تظهر لنا مقطع على مستوى المئبر ناضج إذن كما قلت سابقا يعني بعد نضج المئبر يتم انفتاح فتحة الإنفلاق كما يبدو جاليا هنا وبالتالي يتم تحرير حبوب اللقاح إذن هنا على مستوى المقطع نلاحظ الأكياس اللقاحية ثم هنا نلاحظ انفتاح الأكياس اللقاحية على مستوى فتحة الإنفلاق والتي تمكن من تحرير حبوب اللقاح هنا صورة لحبوب اللقاح لأنواع نباتية مختلفة إذن نلاحظ بأن الشكل الخارجي لحبوب اللقاح ماضجة يختلف من نوع لآخر وبالتالي يمكن التعرف على النوع النباتي فقط انطلاقا من الشكل الحبوب اللقاح ونستعمل هذه التقنية في الجيولوجيا خاصة عندما نريد استرجاع طبيعة التنبوت في فترات جيولوجية سابقة يمكن أن نتعرف مثلا في أحقاب جيولوجية سابقة عن طبيعة التنبوت انطلاقا من دراسة شكل حبوب اللقاح إذن بالنسبة لنا في هذا أو كخلصة يمكن أن نقول بأن السودات والتي تشكل عضو التوالو الدكاري تتكون من خويت أو خويت حسب المراجع والذي يحمل في نهايته المئبر المئبر يتشكل من أكياس لقاحية العدد يختلف حسب الأنواع النباتية يحتوي على كما رأينا على خلايا أم حبوب اللقاح إذا كان المئبر فاتي أو يمكن أن نجد داخل المئبر حبوب اللقاح التي يتم تحريرها إذا كان المئبر ناضج بالحال بعد تحرير حبوب اللقاح يتم عبر شق الذي يسمى بشق الإنفلا إذن بنسبة لنا في هذه المرحلة سنحاول أن نبحث عن كيفية تشكل حبوب اللقاح داخل الأكياس اللقاحية وذلك بغية البحث عن الأمشاج الدكارية وكيفية تشكل هذا الأمشاج الدكاري إذن من طبيعة الحال لمعرفة كيفية تشكل الأمشاج الدكارية أو الأمشاج بالصفة عامة لأن نفس الشيء ينطبق على الأمشاج الأنتوية لا بد من التذكير ببعض المفاهيم التي تم التطرق إليها في التعليم الإعدادي ومن بين هذه المفاهيم هناك مفهوم السبغي إذن كما تعلمون بأن السبغيات تشكل المادة الوراثية للخلية وهذه السبغيات تتواجد داخل النوات وهي تحمل البرنامج الوراثي مسؤول عن الصفات الوراثية للكائنات الحية جميع الكائنات الحية عندها صفات وراثية من طبع الحال والمسؤول عن الصفات هو السبغيات التي توجد داخل النوات وهي عبارة عن خويتات لذا نسمي كذلك خويطات نووية مدام أنها توجد داخل النووات هذه السبغيات أو هذه الخويطات من أجل التبسيط يمكن أن نعتبر هذه السبغيات عبارة عن خويطات يمكن أن تكون على شكل أزواج متمثلة نقصد بذلك أن عند بعض الكائنات الحية عندما نتأمل جيدا السبغيات نقوم بدراسة السبغيات نقوم بأن كل سبغي لديه سبغي مماثلة يعني سبغي يشبه له وبالتالي فالسبغيات تكون مرتبة ومصنفة على شكل الأزواج لهذا نقول أن هذه الخلايا فهي خلايا ثنائية الصغة السبغية ونرمز لها بججأن صبغية لأن هذه الخلايا لها صغة صبغية أي عدد صبغيات يساوي ججأن مع أن يشكل عدد الأزواج السبغيات هناك حالات استثنائية غير عامة يكون فيها وتكون فيها الخلايا تتوفر على سبغيات منفردة ونقصد بذلك أن كل سبغي لا يتوفر على السبغي مماثلة لهذا نقول أن هذه الخلايا فهي أحادية صغة السبغية ونرمز لها بأن صبغي الإشارة فهذه المعلومات سنحتاجها لحقا من فهم خلايا ثنائية صغة السبغية ثم خلايا أحادية صغة السبغية فمثلا عند الظرة يعني عدد صبغيات عند الظرة هو 20 صبغي غير الإشارة فكل نوع أو كل كائن حي يمتاز ليس كائن حي ولكن أفراد نفس النوع تتميز بعدد ثابت من السبغيات فمثلا بالنسبة للذرة عدد السبغيات فهو 20 وهي على شكل أزواج لهذا فصغة السبغية فهي تكتب على الشكل على النحو التالي جوج أن تساوي 20 بالنسبة للذرة عندما تشكل أمشاج فهذا الأمشاج ستكون أحادية الصغة السبغية أي بأن يساوي عشرين عفوا أن أن تساوي عشر يعني عشر دي السبغيات وهذا منطقي لماذا؟ لأن كل مشيج عفوا المشيج الدكري سيتوفر على عشر السبغيات والمشيج الأنتوي سيتوفر على عشر السبغيات وأثناء الإخصاب سيتم التقاء النواتين وبالتالي التقاء السبغيات الذكرية والمتوية وسنحصل على عدد عشرين السبغي عند الكائن الحي الجديد وبهذا سنضمن الثبات إذا أردنا ثبات عدد السبغيات عند أفراد نفس النوع إذن الآن سوف نحاول أن نعرف كيف يتم يعني الانتقال من خلايا ثنائية الصغة السبغية إلى خلايا أحادية الصغة السبغية إذن لهذا سوف نتطرق إلى الظاهرة المسؤولة عن هذا التحول والتي تشكل لنا ما يسبب في قسام الاقتزالي كما هو ممثل في الواتقاء غير قبل ذلك لابد دم الإشارة إلى أن على مستوى الكائنات الحي يمكن أن نميز بين نوعين من الانقسامات هناك انقسام غير مباشر وانقسام اقتزالي لماذا تم الإشارة إليهما؟ لأن سنحتاجهما في معرفة كيفية تشكل الأمشاج لاحقا إذن قبل التطرق إلى الانقسام الاختزالي قبل التطرق إلى القسام الاختزالي الذي يمكن من اختزال عدد الصبغيات بالنصف للحصول على أمشاج أحادية الصغة الصبغية لا بد من التذكير بقسام الآخر اللي هو القسام غير مباشر نظرا لأهمية ذلك كذلك إذن بالنسبة للقسام غير مباشر كما نلاحظ هنا تم تمتيل خلية بصبغيين وذلك من أجل التبسيط لا نريد أن نمثل جميع الصبغيات لأنه سيصبح علينا تمتيل 20 صبغي داخل الخلية لذلك سنقتصر على تمتيل زوج فقط من الصبغيات كما نلاحظ أن هذا الصبغي عنده صبغي مماتي له يعني يشبه له ومن أجل التمييز بينهما تم تمتيل صبغي باللون الأسود والآخر باللون الأبيض إذن اقتصرنا فقط على الزوج من الصبغيات لنعرف مآل هذه الخلية عندما تخضع للانقسام غير مباشر إذن من طبيعة حل قبل الانقسام الخلية والحصول على خليتين بينتين نلاحظ بعد تغييرات على مستوذية الصبغيات بحيث أنها تخضع للمضاعفة كما نلاحظ هنا بالنسبة للخلية الأم الخلية أم تتوفر على صبغيات بسيطة لكن قبل الشروع في الانقسام تحدود ظاهرة مضاعفة هذه الخليطات ونحصل على صبغيات مضاعفة دائما هنا عند هذه الخلية فالعدد للصبغيات فهو 2 وليس 4 لماذا؟ لأننا نقوم بعد هذه الخليطات وهي مضاعفة إذن هنا لدينا صبغي أسود ولكنه مضاعف على العكس للصبغي في البداية هنا كذلك صبغي آخر أبيض باللون الأبيض ولكنه مضاعف إذن بعد خضو عدد الخلية الانقسام غير مباشر سنحصل على خليتين بنتين كما نلاحظ هنا بسبغيين كما هو الشأن أو كما هو الحال بالنسبة للخلية الأم وذلك على إترنشطار هذه المنطقة التي نسميها بالجوزي المركزي يعني إنشاط الجوزي المركزي بالنسبة للخليتين فيتم هجرة هذه الخليطات البسيطة وبالتالي كل خلية بنت تحصل على خليطين وبهذا الشكل نحصل على خليتين بنتين ثنائيتي الصغر الصغر الصغرية أي أن كل خلية فهي جوجة وبهذا يمكن أن نقول أن الانقسام غير مباشر كما نلاحظ فهو انقسام يتم أو يمكن من الحصول على خليتين بنتين انتناقل من خلية أم مع المحافظة على نفس عدد الصغرية وعندما نقول محافظة على نفس البرنامج الورادي وبهذا نسمي هذا الانقسام غير مباشر انقسام مطابق لماذا؟ لأنه يحافظ لنا على عدد السويات والوظيفة لهذا الانقسام كما نلاحظ هنا لأن الهدف من هذا الانقسام هذا هو كما نلاحظ طلقنا من خلية وحصلنا على خليتين مماثلتين الخلية الأم إذن الوظيفة لهذا الانقسام غير مباشر هو بالحال التكاتر الخلوي إذن سنصادف هذا الانقسام غير مباشر أساسا في المناطق التي تخضع للنمو مثلا على مستوى البراعيم عند النباتات على مستوى نهاية الجذور حيث تنمو الجذور داخل التربة عند الحيوانات مثلا أثناء نمو البيضة التي تتحول إلى جنين أيضا كما تعلمون بأن البيضة تختعلين عدد انقسامات غير مباشرة التي تعطي عدة خلايا تشكل الجنين ومثل آخر لحدود ضايرة انقسام غير مباشرة هو أثناء الجرح مثلا يتم التئام الجرح بتكاتر الخلايا على مستوى الجرح أو تعويض الخلايا الميتة كما تعلمون بالنسبة للجسم أو أي كائن حي الخلايا لم يكن تفقى اشتبتها هناك الموت الخلايا ويتم تجديد بخلايا أخرى لذا تخضع الخلايا الأم لانقسامات غير مباشرة قصد تجديد هذه الخلايا إذن كخلاصة وما يجب تثبيته هو أن الانقسام غير مباشر هو انقسام محافظ ويسمحه بعملية التكاتور والتالي أن نحب حصول على خلايا مماثلة الخلايا الأم الآن سنتطرق الانقسام الثاني والذي يهمون بشكل كبير لماذا؟ لأنه أساسي في عملية تشكل أمشاج بحيث يسمح باختزال عدد السبغيات من الخلايا الأم إلى الخلايا البيت التي تشكل لنا أمشاج إذن لفهم كيف يتم هذا انقسام اختزالي سنقوم بتحليل هذه الواثقة كما تلاحظون هنا انطلقنا كذلك من خالية أم ثنائية الصيغة السبغية وبنفس الكيفية تم التطرق فقط لزوج من السبغيات عواض عشرة أزواج من قصد التبسط إذن قبل انقسام هذه الخلية فكما نلاحظ كما أشرنا إلى ذلك سابقا تضاعف السبغيات ونلاحظ أن كل خلية بسيط أصبح عبارة عن خلية مضاعف وبالتالي هنا لدينا سبغيات بسيطة بعد مضاعفتها ستصبح سبغيات مضاعفة إذن دائما هنا خالية أم بجوج أن تساوي إثنان إذن كما نلاحظ أن هذه الخلية عندما اتخذ عن انقسام الاختزالي فهي تمر من انقسامي الانقسام الأول إذن سنحاول أن نستخرج ماذا يحدث في هذا القسام إذن كتلاحظوا بأنه يتم افتراق السبغيين السبغيين المتماثنين يتم افتراقهم كل سبغي يعني يشكل لنا خلية وبالتالي فكل خلية من الخليتين بنتين ناتجتين عن القسام الأول تتشكل من سبغي واحد لهذا نقول أننا حصلنا على خلية أحادية الصيغة السبغية وبالتالي فالقسام الأول هو عبارة عن قسام منصف لماذا؟ لأنه يقوم بتنصيف أو يقوم باختزال عدد السبغيات بالنصف وبالتالي نحصل على خليتين بنتين أحادية السبغية لكن المشكلة المطلح هو أن السبغيات في هذه الحالة تبقى مضاعفة ليست كالحالة للخلية الأم إذن يجب خضوع هذه الخلايا لانقسام آخر قصد الحصول على سبغيات بسيطة إذن من هنا يستوجب تدخل القسام التالي الذي نسمي القسام تعدلي بحيث أن كل خلية من الخليتين التي تم الحصول عليها بعد انقسام منصف سيحدث انشطار على مستوى الجزء المركزي وفتراق هذه الخليتين وهجرة كل الخليت إلى خلية بنت وبالتالي سنحصل على خلايا التي تتكون من سبغي واحد وبالتالي فهي خلايا أحادية الصغة السبغية إذن العموم كخلاصة يمكن القول بأن هذا الانقسام اختزالي يتم الانطلاق من خلية أم ثنائية الصغة السبغية تخضع لانقسامين متتاليين انقسام منصف متبوع بانقسام تعادلي ليعطي أربع خلايا أحادية الصغة السبغية وبالتالي يمكن أن نستنتجونا وظيفة الانقسام الاختزالي وهو كما يشير إلى ذلك الاسم هو اختزال عدد السبغيات بالنصف أي الحصول على خلايا أحادية الصغة السبغية انطلاقا من خلية أم ثنائية الصغة السبغية إذن الآن سنحاول أن نلخص هذه المعطيات على شكل نصف لكي نستغلها فيما بعد في فهم كيفية تشكل الأمشاج الأمشاج الذكارية والأمشاج الأمتوية إذن فهذه معلومات أساسية لنا فيما بعد إذن كخلاصة يمكن القول أن الانقسام الاختزالي هو ظاهرة مهمة تساهم في تشكل الأمشاج واختزال عدد السبغيات إلى النصف وذلك انطلاقا من خلية أم ثنائية الصغة السبغية ويعطي هذا الانقسام أربع خلايا أحادية الصغة السبغية ويتم عبر انقسامين متتالين الانقسام الأول فهو انقسام منصف للخلية الأم ويؤدي لاختزال عدد السبغيات لكن كما رأينا أن السبغيات تبقى مضاعفة ويعطي خليتين بنتين أحادية الصغة السبغية إذن الانقسام الثاني هو انقسام تعادلي يعطي أربع خلايا أحادية الصغة السبغية هنا ملاحظة مهمة وهي أن الانقسام الاختزالي فهو ظاهرة تتم داخل الأعضاء التناسلية إذن لا يمكن أن نجده خارج الأعضاء التناسلية أو الأعضاء التي تشكل لنا الأبواغ كما سنرى لاحقا عند دراسة تولد جنسي عند النباتات اللازهرية لأنه في هذه الحالة تشكل لنا أبواغ وحادية الصغة السبغية ويتم خلالات كوين أمشاج أو أبواغ وحادية الصغة السبغية انطلاقا من خالية أم ثنائية الصغة السبغية إذن الوظيفة من قسم اختزالي هو اختزال عدد السبغيات والحوصول على أمشاج وحادية الصغة السبغية بالنسبة للانقسام غير مباشر فهو ظاهرة كذلك مهمة ظاهرة حيوية تساهم في تكاتر الخلايا ونمول كائنات الحية لهذا فهي تحافظ على عدد الصبغيات داخل الخلايا ولهذا نقول ان انقسام غير مباشر وانقسام محافظ إذن الآن سوف نستطمر هذه المعلومات لفهم كيف يتشكل الأمشاج الدكارية والأمشاج الأنتوية إذن هنا سوف نحاول أن سنتطرق إلى فهم كيف يتشكل حبوب اللقاع من طبيعة العال باعتماد المفاهيم التي تم التوصل إليها وتمت دراستها سابقا إذن بنسبة للوثيقة هنا ستتم قراءتها من اليمين عفون نحو اليمين تبين لنا مراحل من اليمين نحو اليسار تبين لنا مراحل تشكل حبوب اللقاع وبالتالي تشكل مشيج الدكاري إذن في البداية سننطلق من خالية أم حبة اللقاح من طبيعة الحال لا بد من تحديد المكان إذن كما نعلم أن حبة اللقاح أو حبوب اللقاح تتكون على مستوى المئبر مئبر السودات إذن نحن على مستوى المئبر ولكن مئبر يعني فتي مئبر فتي يعني لم تتكون بعد على مستوى هذا المئبر حبوب اللقاح إذن فالخلية التي تؤدي إلى تشكو حبوب اللقاح فهي خالية أم تنائية الصغة الصوية إذن الآن الأمور تبدو بسيطة هذه الخلية كما يبدو خلال الرسم ستخضع الانقسامين متتاليين الانقسام الأول فهو انقسام منصف وسيعطينا خاليتين بنتين وحادية الصغة السبغية نرموز لها بأن كل الخلية من هاتين الخليتين ستخضع الانقسام ثاني الذي سمينا انقسام تعادلي وبالتالي كل الخلية ستعطينا خاليتين بنتين لنحصل في الأخير على أربع خلايا وحادية الصغة الصوية وتسمى بالبويغات إذن انطلاقا من خلية أم حبة لقاح ثنائية الصغة الصوية سنحصل على أربع بويغات وحادية الصغة الصوية انطلاقا من هات البويغات ستشكل لنا حبة اللقاح بعد خضوع كل بويغ لانقسام غير مباشر الذي سيعطينا خاليتين هات الخليتين تتنظمها لتشكل لنا ما يسمى بحبة اللقاح خالية تسمى خالية تولدية والخالية الأخرى خالية إنباتية وهذا من طبيعة الحال بعد خضوع هذه الخليتين لعملية التفريق ها عملية التفريق إذن 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 بنسبة لهاد الحبة اللقاح سوف نلاحظ البنية البنية بنية هاد حبة اللقاح إذن قبل التطرق إلى بنية حبة اللقاح لا بد أن تذكير بالمراحل التي تؤدي إلى التشكل حبة اللقاح من أجل التثبيت إذن حبة اللقاح تتشكل على إيت الخضوع خالية أم حبة اللقاح ججآن سبغي لانقسام اختزالي متبوع الذي سيؤدي إلى حصول على أربع بويغات كل بويغ سيخضع الانقسام غير مباشر ثم عملية التفريق لنحصل على حبة اللقاح كما هو وملاحظة هنا في هذه الصورة أو في هذه الرسم لملاحظة مجهرية لحبة اللقاح إذن هنا في هذه الملاحظة تظهر لنا البنية بشكل جيد لحبة اللقاح كما نلاحظ أن حبة اللقاح تتكون من غشاء خارجي هذا الغشاء خارجي والمسؤول يعني الشكل دياله والذي يحدد شكل ديال حبة اللقاح ثم غشاء داخلي وعلى مستوى الغشاء الخارجي نلاحظ وجود مجموعة مثقوب التي سنظهر فيما بعد أهم يدنا خلال نمو حبة اللقاح داخل فداخل حبة اللقاح نجد نوات السيتوبلازم الخالية الخارجية التي تكون لنا ما نسمى بخالية الإنباتية وداخل خالية الإنباتية نجد خلية تولدية التي تتكون من نوات هكما اهم تكتليون نوات السيتوبلازم لكن على العموم يمكن القول بأن حبة اللقاح ت تكون من خاليتين خلية توالدية توجد داخل الخلية الإنباتية إذن تكون الخلية الأم لحبة اللقاح ثنائية الصغة الصبغية بحيث تخضع لانقسام اختزالي فنحصل على أربع خلايا متشابهة وحادية الصغة الصبغية تدعى بالبويغات ثم يتعرض كل بويغ للقسام غير مباشر ويتفرق أو يخضع للتفريق لتعطي حبة اللقاح تتوفر على خاليتين وحاديتي الصغة الصبغية إحدهما إنباتي والأخرى توالدية كخلصة تتكون الخلية الأم لحبوب اللقاح انطلاقا من إحدى خلايا المئبر مئبر الفتي وتكون ثنائية صغة الصبغية طبعا الحال تتعرض الخلية الأم ثنائية صغة الصبغية لانقسام اختزالي فتعطي أربع خلايا تسمى بويغات وحادية صغة الصبغية نرموز لها بأن صبغية بحيث يخضع كل بويغ لانقسام غير مباشر ليعطي خلية إنباتية وخلية توالدية بعد مجموعة من التحولات خلال مرحلة تسمى مرحلة التفريق يتحولوا كل بويغ إلى حبة لقاح ناضجة بعد التطرق أو لتعضي جهاز توالد الأمثاوي الآن سنتطرق إلى تعضي تعضي جهاز توالد الأمثاوي كما نلاحظ هنا وكما رأينا في السابق بأن الجهاز التوالدي الأمثاوي تشكل من المدقة وانشرها سبقا رأينا في الحصة الأولى إذن المدقة كما رأينا سابقا تتكون من ثلاثة أزاء على العموم هناك الجزء السفلي والذي يكون ما يسمى بالمبيض يعلوه أو القلام ثم فوق القلام نجد الميزة إذن من هنا يتضح أن البنية الأساسية على مستوى على مستوى المدقة وهو المبيض لهذا سنركز دراستنا على المبيض وذلك بإنجاز مقطع عرضي على مستوى المبيض من طبيعة الحال دائما إنجاز مقاطع سواء عرضية أو طولية بهدفة معرفة المكونات الداخلية للعنصر الذين نجزوا مقاطع على مستوى إذن هذا المقطع سيحيلنا على الوطيقة الثانية بحيث يظهر لنا مكونات الداخلية للمبيض كما نلاحظ أن المبيض يتكون من بنية التي تتكرر كما نلاحظ هنا كل البنية تكون لنا ما يسمى بالكربلة وبالتالي هنا نلاحظ بأن المبيض في هذه الحالة يتكون من ثلاث كربلات غير الإشارة عدد الكربلات يختلف من نوع نباتي لأخر لا نجد دائما نفس العدد هناك بعض الأنواع النباتية التي تتكون من خمس كربلات أو أربعة إذن سنركز الآن دراستي بما أن نفس البنية تتكرر سنركز دراستنا على إحدى الكربلات نلاحظ أن على مستوى الكربلة نجد بنية والتي تكون لنا ما يسمى البويضة إذن هنا تظهر لنا داخل الكربلة بويضتين ولكن على أساس أن يمكن أن نجد أكثر من بويضتين لماذا؟ لأن نلاحظ على مستوى المقطع العرضي نلاحظ البويضات التي تظهر على مستوى المقطع العرضي على أساس أن هناك بويضات توجد أسفل المقطع أو تعلو المقطع عدد عدد البويضات ليس بثابت يمكن أن التغير ويصعب تحديده في هذه الحالة إذن كما قلت الكربلة تتكون من بويضات إذن الآن البنية الأساسية داخل الكربلة وهي البويضة لهذا سنركز دراسة دينا على البويضة لمعرفة المكونات البويضة لماذا؟ لأننا نبحث عن مكان إنتاج المشيج الأنتوي إذن كخلاصة إذن لاحظنا بأن المبيض يتكون من عدة كربلات والكربلة تتكون من بويضات الآن سوف نرى مكونات البويضة إذن هذا سيقود إلى الوثيقة الموالية إذن الوثيقة الموالية تعطينا رسم تخطيط البويضة نلاحظ أنها تتكون من أغشية أغشية التي تشكل لنا تحدد فتحة صغيرة تسمى بالنقر هذه الأغشية تحيط بنسيج من الخلايا نسيج من الخلايا الذي يكون لنا ما يسمى الجويزة داخل هذا النسيج نلاحظ بنية تم تلوين هنا بالأخضر تكون لنا ما يسمى بالكيس الجنيني إذن البويضة نلاحظ أنها تتكون من حبل سري الذي يربط البويضة بالمشيمة المشيمة على هذا المستوى نلاحظ الحبل السري وهنا لدينا المشيمة التي تلعب في اقتية البويضة إذن يمكن أن نحاول أن نربط بين هذا العناصر للتذكير فقلنا أن المبيض يتكون من عدة كربلات كل كربلات تتكون من بويضات والبويضات تتكون من كيس الجنيني إذن سنركز دراستنا الآن على الكيس الجنيني طبيعا الحال قصد فهم كيف يتشكل الكيس الجنيني ومكان إنتاج أو البحث عن مكان إنتاج الأمشاج الأنثوية إذن منسبة للمبيض فهو يتكون من كربلات وعدة كربلات حسب النوع النباتي طبيعا تحتوي كل كربلات على بويضات كما رأينا هنا ترتبط البويضة بالمشيمة بواسطة الحبل السري وتتكون من نسيج يسمى الجويزة أو النسال بالفرنسية تحتوي في جزئة الأعلى على الكيس الجنيني يحيط بالجويزة غشاء يحددان فتحة صغيرة تسمى النقير أو الميكروبيل هذا النقير سوف نرى الأهمية فيما بعد أثناء عمليات الإخصان من طبيعا الآن سوف نرى كيف يتشكل كيس الجنيني بالاعتماد على المفاهيم السابقة التي تم التذكير بها هنا لدينا بويضة نبحث عن كيف يتشكل كيس الجنيني داخل البويضة في البداية البويضة الفتية لا تحتوي على كيس الجنيني ولكن تحتوي على جويزة على النسيج الذي يسمى بالجويزة إحدى خلايا الجويزة فهي تنائية الصغيرة الصغيرة وتشكل لنا خلية أم الكيس الجنيني كما نلاحظ وكما سبق الإشارة لذلك فهذه الخلية ستخضع لانقسامين متتالين للقسام الاختزالي وبالتالي سنحصل على أربعة خلايا كما يبدو على الصورة وعلى الرسم بعد ذلك نلاحظ بأن ثلاثة من هذه الخلايا ستنحل وتتلاشى وتبقى خلية واحدة تشكل لنا بوغ أمثوي ومطبع الحال بما أن هذه الخلية نتجت عن القسام اختزالي فمنطقيا فهي خلية أحادية الصغيرة الصغيرة إذن انتقلنا من خلية أم ثنائية الصغيرة الصغيرة إلى خلية أحادية الصغيرة الصغيرة التي تكون لنا ما يسمى بالبوغ الكبير رأينا عند على مستوى الجهاز التنسل الذكري تشكل بوغ الصغيرة هنا نتكلم عن الأنثاء على بوغ أنثوي إذن تشكل كيس الجنيني يتطلب خضو عدل خلياني مجموعة من المرحل الأخرى إذن نلاحظ أن تشكل الكيس الجنيني يتطلب تشكل تمانين نوا إذن تمانين نوا إذن تمانين يتطلب خضوع الخلية إلى ثلاث انقسامات غير مباشرة وقد رأينا في السابق الأهمية للانقسام غير مباشر في عملية تكاتر الخلاوي إذن ننتقل من نوا واحدة وحصلنا على تمانين نوا نتيجة خضوع هذه الخلية لثلاث انقسامات غير مباشرة وبالتالي بما أننا قلنا بأن القسام غير مباشر وانقسام لأنها انحدرت من خلية أم أحادية الصياصبية هذه نوا الثمانية ستتنظم فيما بينها وتشكل لنا البنية التي نبحثها عن كيفية التشكلة والتي تسمى بالكيس الجنيني بحيث أن ثلاث نوا ستشكل لنا في الجهة القريبة للنقر كما نلاحظ هنا إذن في هذا الجهة ستشكل لنا اثنان من هذه النوا ستشكل لنا خليتان أو خليتين مساعدتين إذا بدنا الجملة سنقول خليتان مساعدتان ونوا أخرى ستشكل لنا بويدة غير ملقحة وحدية الصيغة الصيغية والتي تشكل لنا المشيج الأنثوي وحدية الصيغة الصيغية ثلاث نوا ستشكل لنا ثلاث خلايا في الجهة المعاكسة للنقر ولهذا نسميها بخلايا معاكسة نلاحظ ثلاث خلايا معاكسة نواتين ستشكلان ما يسمى بخلايا المركزية وبالتالي سنحصل على خلايا مركزية بنواتين لا يتم افتراق هذه النواتين يعني تشكل لنا خلايا بنواتين وبالتالي يتم الحصول على كيس الجنيني كخلاصة في الكيس الجنيني من أجل التركيز قليلا الكيس الجنيني لأنه بنية أساسية في عملية تولى هذه النباتات يتكون على خضع خلايا أم داخل الجويزة لانقسام اختزالي يتم من خلالها يحصل على أربع خلايا ثلاثة تنحل وخليا تبقى لتشكل لنا بوغ أنثوي هذه الخليا تخضع لثلاث نقسامات غير مباشرة وتعطي تمانين واتتنظم لتشكل لنا سبع خلايا ضمنها الخليا المشيج أنثوي أو البويضة غير منقحة وحادية الصيغة السورية كما نشاهدون إذن نلاحظ هنا كيف انتقلنا من بويضة بويضة فتية إلى بويضة ناضجة حيث نلاحظ على مستوى البويضة الناضجة تشكل الكيس الجنيني الذي يحتوي على البويضة غير منقحة وحادية الصيغة السورية التي تشكل لنا المشيج الأنثوي الذي يهمنا نحن في هذه الدراسة وبالتالي يعني تم التوصل إلى أن إلى البنيات المسؤولة عن إنتاج الأمشاج الذكرية والأنتوية فالبنيات التي تحمل الأمشاج الذكرية وهي حبة لقاح والمشيج الأنتوي فيتشكل على مستوى الكيس الجنيني لهذا يمكن أن نقول أن المقابل الكيس الجنيني وهو حبة اللقاح على مستوى الجهاز التوالدي الذكاري وخلصة كخلصة سنذكر بمراحل تشكل الكيس الجنيني ف الخليل الأم ثنائية صغة صبغية بالجوازة تخضع ل انقسام اختزالي فتعطي أربع خلايا أحدية صغة الصبغية أحدية صغة الصبغية نرموز لها بأن ثلاثة منها تنحل وتموت أما الرابعة وتدعى البوغ الكبير فتنمو وتخضع لثلاثة انقسامة غير مباشرة لتعطي تماني نوا أحدية صغة الصبغية تتنظم في سبع خلايا وهي البويضة غير ملقحة يعني الخلية الأساسية بنسبة في عملية التولد والتي تتموضع قرب النقير وتحاط بخليتين مساعدتين لأنهم يساعدوا البويضة غير ملقحة في عملية الاغتياط إلى غير ذلك ثم ثلاث خلايا معاكسة في الجان معاكسة وخلية مركزية بنواتين على أساس أن البويضة غير ملقحة هي المهمة بالنسبة لأنها تشكل المشيج الأنثوي أحادي الصيغة الصيبغية الآن سنقوم بمقارنة مراحل تشكل حبوب اللقاح والكيس الجانيني لأنهم بنيتين متماثلتين وعلى مستوهات البنيتين نجد المشيج الذكري والمشيج الأنثوي إذن بالنسبة لتشكل حبوب اللقاح تنطلق من خليا أم ثنائية الصغر صيغة 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 خليا أم ثنائية الصيغة 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 صيغة هذه البوغ أربع بويغات وحادي صيغة الصيغة الصيغة هذه البويغات كل من هذه البويغات سيخضع لانقسام غير مباشير وبالتالي كل بويغ سيعطينا خليتين تتنظم بحيث تشكل لنا حبة اللقاح خليا إنباتية التي تضم الخليا التوالدية أي أن الخليا التوالدية توجد داخل الخليا الإنباتية الآن عند أو أثناء تشكل مراحل تشكل الكيس الجنيني فالكيس الجنيني يتشكل كذلك انطلاقا من خليا أم ثنائية الصيغة الصيغة توجد على مستوى الجويضة التي تشكل البويضة غير الناضجة هذه الخليا تخضع لانقسام اختزالي فنحصل على أربع خلايا بها أن السيبغي ثلاثة منها تضمر وتتلش وتبقى خليا واحدة وحادية الصيغة السيبغية في الحال الخليا التي تنمو وتشكل لنا ما يسمى البوغ الكبير هذا البوغ الكبير ستخضع لثلاثة قسمات غير مباشرة لتعطي كيس جنيني بسبع خلايا منها البويضة غير ملقحة والخلية المركزية التي تتكون من نواتي إذن كخلاصة لهذه الحصة يمكن أن نقول أن الجهاز أو تم خلال هذه الحصة تطرق إلى تعضي الجهاز التوالد الذكري الذي يتكون من السودات وجهاز التوالد الأثوي والذي يتكون من المدقة بحيث أن كما رأينا أن الجهاز التوالد الذكري يكون لنا يكون لنا حبوب اللقاح داخل حبة اللقاح توجد أو يوجد المشيج الذكري كما رأينا كيف يتشك الكيس الجنيني داخل المبيض بحيث أن داخل المبيض توجد بويضات وداخل البيض توجد كيس جنينية بحيث أن داخل كيس جنيني يوجد البويضة غير ملقحة أو المشيج الأنثوي في الحصة الموالية سيتم التطرق إلى الظاهرة المسؤولة عن التقاء الأمشاج الذكري بالمشيج الأنتوي كما نلاحظ من خلال الصورة بحيث أن حبوب اللقاح تسقط على ميسم المدقة ونعلم بأن حبوب اللقاح تحتوي على المشيج الدكري والمدقة تحتوي على المشيج الأنتوي إذن يبقى أن نعرف في الحصة القادمة إن شاء الله كيف يلتقي المشيج الدكري المتواجد داخل حبة لقاح كيف يلتقي هذا المشيج الدكري بالمشيج الأنتوي الذي يبعد عنه والذي يوجد داخل الكيس الجنيني شيء الذي يمكن طبعا الحال كما رأينا في السابق من تحول الظهرة إلى ثمرة بها مدهور كما نلاحظ على مستوى هذه الصورة وبهذا نقول لكم السلام عليكم وإلى الحصة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر